التقى الفريق اول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي بعدد من رجال المنطقة الجنوبية العسكرية وذلك بحضور الفريق احمد خليفة رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والذي يأتي في اطار اللقاءات الميدانية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للوقوف على مستوى الكفاءة القتالية والاطمئنان على مدى جاهزية الوحدات والتشكيلات لتنفيذ كافة المهام التي توكل اليها بكفاءة واقتدار والقلواء اركان حرب عمر جميل لقائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة اشار خلالها الى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لوحدات المنطقة الجنوبية العسكرية مشيرا الى ان حماة الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي سيظل محافظين على الاستعداد القتالي العالي بما يمكنهم من تحقيق كافة المهام المكلفين بها للحفاظ على امن الوطن وصون مقدساته والقى الفريق اول عبد المجيد سقر كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة مشيدا بما يبذله رجال المنطقة الجنوبية العسكرية من جهود وتضحيات بروح معنوية عالية وعزيمة لا تلين للحفاظ على امن واستقرار الحدود الجنوبية للدولة كما اكد ان القوات المسلحة حريصة على بناء قدراتها البشرية وتطوير امكانياتها القتالية والفنية في كافة التخصصات بما يمكنها من الوفاء بالمهام والمسئوليات فضلا عن دورها الداعم لمسيرة بناء الدولة المصرية وخططها الطموحة للانطلاق نحو المستقبل المشرق واوصل قائد العام للقوات المسلحة بضرورة الالتزام بتقاليد العسكرية المصرية والاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات لتظل القوات المسلحة الحصن المنيعة لكل من تسول له نفس المساس بالامن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية كما طالبهم بمواصلة البحث والاطلاع للارتقاء بمستوى الوعي لأفراد القوات المسلحة ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من احداث ومتغيرات على كافة الاصعضة